بيرد على السيد أحمد موسى المستشار مرتضى منصور نقرأ كلام من المستشار مرتضى منصور يخسارة يخسارة الحخام السهيوني أحمد موشي يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور سفينة سهيونية من ممر قناة السويس المائي ويهدد المسؤولين المصريين بتدويل القناة إذا ما استجابوا للرأي العام المصري الوطني الغاضب ومنعوا مرور السفن سفن المجرمين وطالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية التي لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية والسؤال للحخام السهيوني أليست المدى عشرة من اتفاقية تمنح مصر الحق في المنع إذا كانت الدولة مالكة السفينة تهدد الأمن القوم المصري والكيان السهيوني يهدد أمننا القومي من الجهة الشرقية ولم يتجرأ الحخام أن يذكر الصهينة أن يذكر الصهينة بأنهم ألغوا اتفاقية كامب ديفيد المشبوهة لأنا قلتهم بارح الكلام اللي أنا قلت وأكيد المستشار المرتدع على فكرة بيتفرج على قناة الشرق وإحنا عارفين كده أنا سألت السؤال ده مبارح يا جماعة هم ملتزموش باتفاقية كامب ديفيد فأنتوا يعني بتلتزموا باتفاقية القسطنطينية اللي الدولة المصرية مكادش موجودة أصلا مكادش فيه كنا محتلين من الإنجليز وكان لسه بقى مش عارف ساعة الخدوة مين العباس ولا مش عارف مين اللي كان ماضي هاد الاتفاقية أو نيابة عنه الدولة العثمانية اتفاقية كامب ديفيد المشهومة المشبوهة المرفوضة من المصريين في سلة المهملات واحتلوا من ممر فلاديلفي ضربين بالاتفاقية عرض الحائد في نفس صندوق القمامة كان مصير اتفاقية أسل وعادوا احتلال غزة الصهاينة عمرهم ملتزم بالاتفاقية بس احنا لازم نلتزم والضافة وبانوا ألاف المستعمرات المستعمرات بالمخالفة الاتفاقية وأخيرا طميننا على عشرات القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجامعية العمومية لأمم المتحدة التي ألزمت الكيان الصهيوني بالانسحاب من أراضي العربية المحتلة التي إلى حدود ما قبل 5 يونيو 67 ولم يحترم الصهاينة هذه القرارات وكان مصيرها أيضا صندوق القناة هنا بيتكلم الراجل المستشار المنتظر يعني اشمعنا احنا بس اللي بنحترم الافتفاقية واشمعنا احنا اللي بيخوفونا دايما ده إسرائيل عندها قرارات من محكمة الجنائية طلعت هجمة المحكمة الجنائية ده إسرائيل منعت الأمين العام للأمم المتحدة يتبقى ضكر يتبقى سوسن وعلى اعتزال سوسن طول الحلقة يعني إسرائيل منعت الأمين العام للأمم المتحدة أن يدخل إسرائيل واعتبرته شخص غير مرغوب فيه وقفت وقالت المحكمة الجنائية دي عن ضمك قررت بتاعتك عن ضمك لكن احنا اتفاقية القنسطنية وهياخدوا مننا القناة وهيدولوها وإحنا ما عندناش أي حاجة خالص نعملها إحنا هيقلنا لم حاجاتك من البوفي ومشي فهللم حاجاتنا من البوفي ونمشي إيه تا يا جمعا إيه اللي بتصدروه ده هتاجعوا نفسكم الحكاية والله العظيم بتفلت يعني يعني أنت وصلتوا لمرحلة أنه الناس وصلوا لمرحلة يعني هات عليها وطيها رب وده أخطر إحنا عايزين لو لو كلنا نرغب في صورة نريد صورة للبناء وليسا للهد اللي بتعملوه ده هيجيب صورة هدم بتخلي كل مواطن في عداء مع الدولة الأستاذ جمال سلطان قال أحمد موسى هو المتحدث الإعلامي غير الرسمي باسم المخابرات الحربية والحقيقة ما عرفش طبعا معلومات الأستاذ جمال صحيحة ولا لا لأننا اللي عرفه الحقيقة يعني إنه أحمد موسى محسوب على أمن الدولة الأمن الوطني اللي أنا عرفه يعني العلاقاته بالأمن الوطني قوية من ساعة ما هو الأستاذ جمال قال اللي حصل فيه في أمن الوطني كل الصحفين عارفين أحمد موسى عشان عيد مش عايز للحقيقة دي تاني أحمد موسى كل الصحفيين عارفين أحمد موسى تعمل فيه إيه لما كان عضو مجلس نقابة الصحفيين في أمن الدول فمن ساعة هو رجل هون فما عرفش يمكن يكون الأستاذ جمال عنده معلومة أحدث أحمد موسى هو المتحدث الإعلامي غير الرسمي باسم المخابرات الحربية في مصر والمستشار منتدى منصور يعرف ذلك جيدا وهذا هو الخطير الجيش المصري يخسر اليوم مع الأسف من سمعتي ومكانتي وهيبتي وكرامته بما لم يحدث أبدا حتى أيام النكسة والكلام ده جماعة والله يمكن لسه معرضش البوست أنا لسه يعني عمال أنفعل أنا مش من حتى أنفعل كده يعني لكن منفعل جدا بسبب الفكرة دي مش معقولة جماعة ما عندكوش أي نوع من أنواع التمييز مش معقولة ما عندكوش أي نوع من أنواع حاجة من قياس رأي العام مش معقولة ولا مش معقولة عندك وصلتوا إلى هذه الدرجة من البلطجة اللي هو آه كده خلي الناس تغلي ادهم بالجزم أنت بتغسل حضرتك وإحنا قلنا الكلام ده يا سادة ألف مرة لا يمكن أبدا لقوة مهما كانت تملك من سلاح وعداد أنها تعاند شعب ما بنجلداش هيجد جلبكو يا جماعة لسه ما خلصناش السنة يعني ده الشيخ أحسنة كان ديكتاتورية أكتر منكو تسعمائة مرة وكانت مستعينة بالهند واحدة من أقوى الدول في العالم ما لكم كيف تحكمون ما لكم لا تعقلون مش معقولة كده يا جماعة جرس إنظار إحنا يهمنا الحفاظ على الدولة بصورة صورة بناء مش صورة هدم انت هتطلع كل مواطن كارث لهذه البلد أخطر شعور أخطر شعور أخطر شعور يمكن أن يشعر به المواطن أن يكره أن يكره وطنه يكره نظامه طبيعيح الحمد لله بنفخر بدا نحتسبه عند الله في بثاقيل أعمالنا في الآخرة ونفخر به أمام أولادنا وأحفادنا في تاريخ الدنيا لكن ما تكرهش وطني أبدا أنا عمر باكره مصر وهاي حد يجيب سريتها باكله بستاني وعمر باكات مصر هتبقى مصر السلس ولا مصر مبارك ولا مصر السادات مصر هي مصر لكن أخطر شعور في الدنيا إنك تخلي المواطن يكره البلد فرقوا شوية عقل واحد تاني من هذا الإعلام اللي بيطل علينا بيقرر نفس الكلام تاني موضوع بسرعة قالوا ده سابوا الموضوع ده لما لقوا إنه ما فيش فيه فايدة يعني قال لك شايفين قناة السويس بتمرر وبتساعد في عمور تطع عسكرية إسرائيلية من قناة السويس وجابوا صورة للمركب العسكرية الإسرائيلية نعديه قناة السويس وقالوا قادي تعاون المصر الإسرائيلي وشايفين العالمين متعانقين في عنان السماء هذه هي الصداقة المصر الإسرائيلية أقول لهم يا أيها الأغبياء يا أيها الحمقة قناة السويس ممر ملاحي دولي بتنظم اتفاقية القسطنطينية التي وقعت في مصر عام 1888 من 136 سنة هذه الاتفاقية بتقول بتقول بشكل يا حمقة نفس العبط نفس العبط أقول لك حينما تكون منزوع الإرادة حينما تكون منزوع الكرامة حينما تكون شديد الجبن حينما تكون خرع خرع نازم تطلع الحاجات دي طب يا ناشأت واتفاقية كان بدايفيد يا لا تعقلون أخبارها بالنسبة لكم عملتوا إيه لما إسرائيل أخلت بيها ما تردوا ما تردوا يا بجم ردوا ماذا فعلتوا بحينما انتهكت إسرائيل اتفاقية كان بدايفيد وقاعد نتانياهو أحط لك رجلي على الكاميرا بس احتراما للناس لما قاعد حط رجله جذبته في اتجاه بعبر رفع ناحية مصر وفي كل مرة كان بيلبس نتانياهو واقل من الأصوص المرات ملبسش لأنه مضطمن أنا قاعد في بيتي ما عملتوش كده ليه ما عملتوش وقلت لهم يا حمقى لقد انتهكتوا من اتفاقية كان بدايفيد ليه ما عملتوش كده عارف يا أنا أنا شاك لأنه هم لو ادوقوا بالجزمة هتمتصوها يا جماعة احنا قتل لنا جنود لقد قتل لنا ثلاثة جنود على الحدود في اشتباكات مع الصهاينة وحتى هذه اللحظة لم يصدر لا اعتذار ولا دا فعدية ولا اقتصنا ليهم ولا نتائج التحيات طلعت انت منتظر ايه يعني طب دي سفينة واتفاقية القسطنطنطنية والجنود اللي تقتلوا على الحدود عملتوا فيهم ايه ومحور فيلاديلفيا اللي محتل عملتوا فيهم ايه سيبكوا من اهل غزة يعني الكلام ده سيبكوا من اهل غزة ليه اهل غزة رب يحنيهم وينصرهم ان شاء الله لكن ما نصرتش انت نفسك ليه ما عملتش دكر على اللي عمل عليك دكر ليه لكن والحقيقة والله ما زالت مصر وفيها حاجة حلوة الاغنية العظيم بتاعت فيها حاجة حلوة من اعظم ما غنية في مصر بلد كل حاجة يا بلد ما عنده نفسها كل حاجة وعكسها لكن ما زال فيها حاجة حلوة حدثت اليوم وخرج هؤلاء الذين يمثلون الشعب المصري ولكنهم يفرقوا عن الشعب المصري فانهم بيكسروا حاجز الخوف وانهم عارفين انهم بيهددوا نفسهم بهذا الذي يفعلون لكن هذه اللقطة والله تغسل عارا كثيرا شوف الوقفة اللي حصلت قدام نقابة الصحفيين اعتراضا على السفينة المشبوهة هل بيقول لفكسطنطينة هل بي قولك كوستانتينة؟ حتى يدوت مغناخ الدينة حتى يدوت مغناخ الدينة حتى يدوت مغناخ الدينة مهنا الزيد عدد السنازين مهما تسين عدد السلسين مهما يشت لطوء عرقبة لقد نهيت حتى السكين لقد نهيت حتى السكين لقد نهيت حتى السكين